السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كده ليس متباخر وقيالي ومشاء الله قد نحضره مع بضيتنا واحد العصير اللي هو ساهل ماهل ما كتطلبش مقادير كتار عصير ده الرمان كي يجي هائل ورائع من توشع لكم يالله معي نشوفو المقادير وطريقة التحضير فلهذا الوصفة قد نحتاج قياس زوج ديال الرمانات كمية من العسل اللي ممكن تعوده بسكر حبيبات ودائما السكر كي يبقى على حساب الدوق وقد نحتاج كذلك نصف لتر من الماء البارد اما بالنسبة للطريقة فهي سهلة وبسيطة غد نزلو حبيبات اللي هو الرمان في الميكسير او لا في الخلاط الكهربائي غد نضيفو له قياس مالقة كبيرة من العسل دائما العسل او لا السكر كي يبقى على حساب الادواق ديالكم وغد نضيفو الكمية اللي عندنا ديال الماء وغد نطحن العناصر كاملة ونعودو كنت لقاو بعدما طحننا هاد الرمان هادا غدي ندوسوه في واحد صفايا باش ندخلصو من الشوائب ومن هادو كل عضايمات ديال الرمان على هاد الشكل هادا وننزلوه في اون كغاف ولا في كأس التقديم ونقدموه بصحة والعافية صدقوني عصير هائل رائع صحي والديد كنتمنى تجربوه لانه فعلا فعلا يستحق التجربة ودبا مقالي الا نقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء وكي يدلس